اذا رأيت تعلم كتاب القراءة تابع الفيديو وسوي لايك وحركة الاجسر لها وحتى يوصل العدد اكثر وكل يسفاد ان شاء الله تابعني اليوم عندنا طريقة تعلم والاملاء وهذه الطريقة بها ثلاث خطوات الخطوة الاولى الاستماع والخطوة الثانية التحدث والخطوة الثالثة الكتابة اذا نجي الخطوة الاولى الاستماع يعني الاستماع لا كلمة او لا النص مثلا تسمع كلمة او تسمع نص او جملة تحفظها يعني دائما تسمعها تكررها 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 لحد ما تحفظها مثلا عندنا احمد ارنب إذا نسمع جملة أو نسمع مثلا نص مثلا أحمد من أنت أمير أنا أمير أنا أمير من أنتما نحن أحمد وأمير يعني تسمع الجملة أو تسمع الكلمة وتسمع النص لحد ما تحفظه الخطوة الثانية عندنا هي التحدث يعني ويكون قراءة وترديد النص أو الكلمات ويتم فيه نطق الكلمة أو النص بطريقة صحيحة ولازم نفرق من الكلمات لازم نفرق بين الكلمات في النطق الجيد مثلا عندنا هذه الكلمة هذه الكلمة وهذه الكلمة تشابهة بس اللفظ يختلف النطق يختلف مثلا رجل 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 مثلا قلب ذهب الخطوة الثالثة هي الكتابة الكتابة شنو؟ الكتابة تأتي قبل الإملاء ويتم نسخ النص أو الكلمة كما هي وهذا يساعد في الإملاء يعني شنو؟ يعني عندك كتابة الكلمة أكثر من مرة يمن تكتب الكلمة أكثر من مرة وتسمعها وتتحدث بيها وتلفظها لفظ صحيح وسامحها أكثر من مرة تلقائيا أنت عقلك رح يقزن الكلمات اللي سمعتها واللي حفظتها كلفظ وتلقائيا أنت رح تحفظها ورح تذكرها ورح تكتبها بشكل صحيح عندنا حروف تمطق ولا تكتب مثلا هذا ولكن مثلا هذا الألف لأ هذا بس ما كتبتها لكن أكو ألف بس ما كتبتها هاي الحروف ثابسة تمطق ولا تكتب وعندنا حروف تكتب ولا تمطق مثلا الصباح الليل هذه الكلمات شمسية يعني اللام شمسية اللام متل لفظ مثلا الشمس النهار الليل الصباح وهذه الحروف تنطق ولا تكتب وهنا هواي يعني أمثلة هواي بس أنا لخاصة بكلمتين والحروف اللي تكتب ولا تنطق الحروف الشمسية وعدنا ملاحظة إذا تكرر الحرف باللفظ مرتين ومتكتبه مرتين كتبه مرة وحدة وخلي عليه شدة مثلا شدة مدة مرة وهذه الطريقة الصحيحة وتحياتي لكم